قال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أن الحركة تقترب من التوصل لاتفاق الهدنة مع إسرائيل بينما يستمر الهجوم على غزة وإطلاق الصواريخ على إسرائيل وقال هنية في بيان أرسله أحد مساعده إلى رويترز سلمت الحركة ردها للأخوة في قطر والوسطى ونحن نقترب من التوصل لاتفاق الهدنة ولم يذكر البيان تفاصيل أخرى لكن القياد في حركة حماس عزة الرشق قال أن المفاوضات تتركز على مدة الهدنة وترتيبات إصال المساعدات إلى غزة ومبادلة الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس بالأسر الفلسطيين في إسرائيل وذكر الرشق أن الجانبين سيطلقان صراحة نساء والأطفال وأن قطر التي تتوسط في المفاوضات ستعلن التفاصيل وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن ومسؤولون أمريكيون آخرون أن الاتفاق قريب وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها لم تشارك في المفاوضات الرامية إلى أطلاق صراح المحتجزين لكنها أضافت أنها مستعدة لتسهيل أي إطلاق صراح مستقبلي يتفق عليه الطرفان باعتبارها وسيطا محايدا واحتجزت حركة حماس حوالي 240 شخصا خلال هجومها على إسرائيل يوم السبع من تشرين الأول والذي أسفر عن مقتل 1200 شخص حسب قول إسرائيل ترجمة نانسي قنقر شكرا